استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم وفداً برلمانياً وحكومياً ليبياً برئاسة النابل الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية وزير الثقافة ووكيل وزارة الخارجية والسفير الليبي بالقاهرة قدم رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء التهنية بمناسبة انتخاب مجلس النواب الليبي الجديد معرباً عن تطلع مصر إلى التعاون مع المجلس ومؤكداً في ذات الوقت على أن تشكيل المجلس الجديد يدل على وجود إرادة قوية للتغلب على التحديات التي تواجهها ليبيا من جانبه أكد الوفد الليبي على تقدرهم لدعم وتأييد الشقيقة مصر معرباً عن تطلعهم لاستمرار هذا الدعم في بناء مؤسسات الدولة الليبية